حمد الله على السلام يا يسرى نجمة مصر عبارة اشتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أول ظهور للفنانة المصرية يسرى عبر تطبيق تويتر وإنستجرام بعد تعافيها من فيروس كورونا إلى جانب طمأنتها للجمهور على أنها بخير خصت يسرى بالشكر النجمة المصرية سماح أنوار على تكريمها في مهرجان أفلامها السينمائية للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة وقد باركت يسرى لسماح أنوار على تحقيق حلمها بمهرجان أفلامها دعونا نستمع إلى هذه المباركة وهذه الرسالة التي وجهتها يسرى في الفيديو نتابع بشكرك سماح جدا جدا على مهرجان أفلامها وأنك اخترتيني أن أنا أكون يعني يكون بإسمي السنة دي وبتمنى لك التوفيق سعيدة جدا بمجهودك وفرحانة بيكي أنك بتعملي مجهود كبير جدا 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 وأتمنى لك كل التوفيق اللي في الدنيا أنا متأكدة كمان أن محمود حميدة فرح جدا برضو إحنا معتزين ديك كفنانة وكإنسانة بنحبك من قلبنا أنا عن نفسي بموت فيكي فبشكرك جدا جدا يا سماح على الشرف الكبير ده وعلى أنك عملت مهرجان بأسمينة ودورة بأسمينة وأتمنى لك كل التوفيق والنجاح في شغلك وفي حياتك في السيعة الجائزة رواد ومواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع يسرى ونبدأ مع تغريدة الفنان المصري محمد رشاد الذي غرد اليسرى متحمدا على سلامتها فقال حمد الله على السلامة يا أحلى نجمة تستاهلي التكريم وتستاهلي الخير كله أما حساب باسم مجرد إنسان فبارك اليسرى بالقول مبروك لكي يا نجمة وحمد الله على سلامتك وأكيد العظمة سمح أنور اللي اشتغلت من قلبها على المهرجان ده وكانت أكبر داعم لقيل الشباب اللي كانوا بيستنوا الفرصة عشان تعرض لهم إبداعتهم من خلال منصة أفلامها تعليق آخر أعرب عن دعمه للفنان المصرية بتعليقه حبيبتي تستاهلي والحمد لله شفناك واسمعنا صوتك بخير فريق عمل تريندينج الآن يبارك للفنانة يسرى على التعافي من فيروس كورونا وكذلك على تكريمها في مهرجان أفلامها على أمل أن نشهد قريبا نهاية للوباء فابقوا آمنين جميعا موسيقى